في البداية قبل ما اتكلم عن انا كنت يعني عايزة اقول بداية الكلام عن الحاول عند الاطفال بس خلينا نرجع خطوة لورا بس ونقول مبدئيا كده كل الامهات والاباء اللي بيتفرجوا علينا في مصر والدول العربية امتى يستشعروا ان طفلهم او طفلتهم عندهم مشكلة في العين تستوجب التوجه الى تخصص حضرتك ايه هي العلامات الاعمار الظروف المحيطة علشان يبتدوا يشكوا ايا كان نوع المرض طبعا مش هنتكلم عن الامراض كلها ولكن احنا بنتكلم عن الخطوة في حد ذاته امتى يبدأوا يتحركوا عشان يذهبوا الى طبيب العيون تمام طبعا بشكرك المقدمة الهائلة اللي انت قدمتها يعني كلها حاجات تاريخية جميلة قوي وكويس قوي ان احنا ابتدينا ان احنا نقول السؤال ده السؤال ده مهم جدا جدا انه فيه اطفال كتير بتتولد والاهل بيبقوا متخيلين لا نكشف عليهم لي دلوقتي احنا بنبتدي نكشف على الطفل من ساعة الولادة من ساعة الولادة اول ما الطفل بيتولد عايز اقول لك انه فيه اطفال احنا بنكشف عليهم في الحضانات يعني طبعا الاهم من ده انه لو الطفل الاب والام قريب او عندهم اي مشاكل مرضية او كان فيه اي مشاكل في الحمل عند الام او مشاكل في الولادة كل ده لازم ينبهنا ان احنا البيبي ده اللي ما ينفعش ان احنا نسكب ان احنا نكشف عليه لازم نكشف عليه من ساعة الولادة وفيه اطفال بنكشف عليهم في الحضانات تمام فدي حاجة مهمة جدا وبرضو عايز اقول انه دور دكتور الاطفال اللي هو بمفروض انه هو بيحاول لدكتور الرمض المتخصص اطفال ده دور مهم جدا في بعض من زميلنا ده كاترة الاطفال ممكن يعني ياخدوا الموضوع برضو شوية بطريقة باستهانة مثلا اه استهانة ويقولوا للام لا مثلا خدي الاطرة الفلانية او مش عارف ايه وبعدين في الاخر خالص لا لازم من الاول خالص لازم يستشير طبيب اطفال خاصة في الحالات اللي حديدك ذكرتها اذا كان هناك تاريخ مرضي عند الام او مشاكل خلال حمل او الاب والام اقارب بالزبط او لطفلة ولد بدري عن معاده او ولادته كان فيها مشكلة او حصل نقص في الوزن بتاعه ساعة الولادة يعني فيه مشاكل كتير فيه ملابسات كده غير طبيعية دي تستوجب بزبط وجود تخصص طب العيون من وقت الولادة بزبط تمام بعد كده بقى يعني لما الطفل يبتدي يجبر شوية كل الناس بتقول ايه او بتعتقد انا بتكلم بلسانهم حاليا انه لما لاقي مثلا الطفل بيقرب الحاجة منه مثلا اذا كان مسك تليفون او مسك لعبة او ما الى ذلك ايبا هو كده عنده مشكلة في حدة الابصار بس انا عايز اقول انه المجال اوسع شوية فعايزين نعرف الناس دلوقتي ايه هي العلامات اللي في حال وجودها لقدر الله وجود حاجة منهم يعني يبدا امر يستوجب ان احنا لازم نروح لدكتور الرمض او دكتور العيون اي ان كان عمر الطفل تمام احنا برضو هنرجع للنقطة الاولانية ان احنا كل ما كشفنا على البيبي ده اول ما تولد كل ما يعني احتمالات ان احنا نبك الحاجة المشكلة اللي عنده كانت اكتر طبعا بيبقى التشخيص المبكر اسهل كمان بالزبط والتقاط المشكلة في مهدها بالزبط نيجي لما الطفل في مراحل عمره الاولى اللي هو لما بيبقى بيبي الطفل في الطبيعي البيبي بيقدر يبص المامته هو بتردعه بيقدر يتابع النور بعينه لو ده ما كانش موجود طبعا لازم نتوجه فورا لطبيب عليه طيب الطفل لما يكبر شوية يبدأ ان هو يتحرك الطفل بيتكعبل في الحاجات مش قادر ان هو يشوف كويس طيب الطفل هيكبر شوي يبدأ يقرب من الحاجات قوي يقرب من التلفزيون بما ان هو الحاجة الوحيدة يعني الحاجة الاتراكتف بالنسبة للطفل هيبدأ يقرب من التلفزيون طيب هيكبر اكتر هيبدأ ان هو يدخل سن دخول المدرسة هيبدأ ان هو مش شايف الميستات بتاعته او المدرسين بتوعوا في المدرسة هيبدأوا يقولوا للأم او للأهل ابنك مثلا مش منتبه معانا في المدرسة مش بيقدر ان هو يتجاوب معانا كويس مش بيكتبش من على الصبورة مظبوط الأم تلاحظ ان هو لما بيجي يعمل الواجب بيقرب قوي مثلا من الواجب او من الكراسة بتاعته او او كل دي حاجات لازم تخلي الأهل نستوجب ان احنا نتوجه الى التفسس طبعا وبرضو ده ما هواش مش بقول كده عشان هو لما يحصل كده فاحنا نروح لا احنا بداية من ست شهور لازم نتوجه على طول لدكتور رمض الاطفال او دكتور عيون الاطفال وكل ست شهور لازم نعمل كشف دوري كشف دوري ده مش ما هياش حاجة برضو ناخدها باستهانة لانه الطفل لو عنده مشكلة مش لازم ابدا تظهر ساعة الولادة ممكن تظهر بعد الولادة بشوي ممكن تظهر يعني مع تقدم في عمر الطفل مش شرط انها تظهر من ساعة ما يتولد تمام يعني خلينا نقول ان دي دعوة كريمة من حضرتك ودي يعني من المعلومات المفيدة اوي للناس انه ست شهور الكشف الروتيني على الطفل اي حتى لو ما كانش بيشتكي من حاجة ده بيكون امر مطمئن لانه اذا تطمننا بيبقى خير واذا في حال وجود اي مشكلة لقدر الله بيكون التعامل معها اسهل وبطرق ابسط لان احنا اكتشفناها بدري اكيد